رئيس الوزراء اللبناني ناجيب ميقاتي أكد خلال جلسة مجلس الأمن حول التصعيد في لبنان بأن إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية من خلال الغارات الإسرائيلية المتتالية على المناطق اللبنانية ما أدب الفعل إلى مقتل أعدد كبير من اللبنانيين ونزوح الآلاف منهم في لبنان نواجه انتهاكا واضحا لسيادة الدولة اللبنانية وحقوق الإنسان عبر الممارسات الوحشية للعدو الإسرائيلي بحق دولتنا وشعبنا اللبناني من خلال استباحة سيادته عبر إطلاق طائراته ومسيراته في سمائه وقتل المدنيين فيه شبابا ونساء وأطفالا وتدمير المنازل وأرغام العائلات على النزوح في ظل ظروف إنسانية قاسية وللأسف عدد الشهداء المدنيين الأبرياء والجرحة في ارتفاع مستمر فالمئات من المدنيين قد فقدوا حياتهم في غدون أيام قليلة والمستشفيات أصبحت غير قادرة على استقبال المزيد من الجرحة ترجمة نانسي قنقر